اشتركوا في القناة اخوتي و اخواتي السلام عليكم القادية دير هذا النار على دينة الدولة مصر ومشي بالضبط للمدينة القناطر الخيرية وهي مدينة تابعة المحافظة القليوبية ثم لا نتعرف على شخص البنت الذي اسمها دينا حسن تزادت هذه الدينة عام 1998 عايشت كبرات وسط واحد العائلة على قتل حال عائلة محافظة وعيشين كاملا بهم في واحد المنطقة في حي شعبي دينا قرأت الواحد مستوى معين واصلا ما كانش عندها مع القراية نهائيا ما عديش نقولكم بأنها كانت من المتفوقات في الدراسة ديالها كانت تعدي وصافي لعائلة ديالها كان عندهم أمل على أن بنتهم زي ما تقراها وتوصل لشي حاجة كبيرة في حياتها ولكن هي ما كانش عينها في القراية نهائيا دينا كانت مركزة على أساس أنها تكبر وتزوج وتأسس أسرة ديالها يعني سيدة معجازة وخاصة تقصغيف الطار وتسنة فارس الأحلام ديالها وهي ما كانش بغا تقرأ ما كانش بغا تربتها ملاء أو تعافل باش توصل لشي حواجة كبار في حياتها وهذا الشي اللي غد يخليها أنها ترضى بذلك الشي اللي كي مقاطع الدراسة في واحد السن مبكر والعائلة ديالها فشفوا باللي البنت ما عندهاش نهائيا مع القراية ما عرضوهاش خلي هدي اللي بغايت ما قدروهاش يقريوها صحة البنت قادت كتنتظر النصيب ديالها يوصل قادت كتنتظر النصيب ديالها وصلت السن ما بين 15 إلى 16 العام هنا دينا بدأت تكبر بدأت تزيان بدأت تكتبان وبدأت تلفت الانتباه للشباب في هذه المنطقة وحتى الناس بلاي صخرين ومناطق مجاورة وهنا في واحد نهار دينا ستكون خارجة مع الأم ديالها خارجة من قدروا الأغراض ديالهم البنت غادة مع الأم ديالها كالطور كالتسنة أحتاج عينها في العين ديال واحد الشاب اللي حتى هو من ديك المنطقة ديك المنطقة اللي ساكنة في هدينا البنت عينها جات في عينين الشاب وحتى هو أبقى كيشوف يا مهبتش عينه نهائي مهما بي الولد والبنت دايز داك كورو دايز داك الإعجاب بعلا تقول بغاو بعضياتهم من أول نظرة هذا الشاب هذا كالاسم دياله محمود مسعد وفي الوقت اللي وقعوا فيه الأحداث دياله القصة هدي دياله الشي اللي غادي نعودكم هذا محمود كان في العمر دياله ثلاثين سنة كان كينحاضر من واحد الأسرة ميسورة ناس لباس عليهم العائلة دياله كانوا يمتلكوا بزاف ديال المحلات ديال الجزارة ها ينسوا كامل كزارة عندهم محلات ديال بيع اللحوم عندهم حتى شوية في المحل يعني كيكبسوا الناس وكيكبسوا لهم وكيكبسوا لهم وكيكبسوا لهم المسائلية لهم وهي بحال لكم المطاعم اللي خاصة بشوية الولد من أول نهار شاف فيه دنيا تعجب بها ما بغتش نهائيا تحيد له من باله حيدت لهش من ضماغه نهائيا كيمشي كيقلب عليها كيسود عليها كيشوف الطريق اللي كتدوز منها باش يتعرض لها كيبقى كيشوف ومتبحها مهم كيبرد غدايته ومتشوفها اليوم نضرها غدجوش بعده ثلاثة احتى ولا تحتى هي فوك ما كتخرج كتبقى رضا مع البال واشا قد يتلقها في طريقها ولا لا تهيو اللي كتك تقلب عليه النظرات غد يبقى متواصل بناتهم احتى عيو اللي محمود كيقلب على شي طريقة باش يقدر يتواصل معه خاصه يهضر معه بأي وجهنك وفين عندك الشديكة عيبقى وهتجوش هدو مستمرين بهذا الشكل احتر واحد نار واحد نار في عيو قدر محمود فعلا انه يهضر مع دينا النهار اللول كان في شوية دهشة من بعد تلقوا على بضيته ولو يتلقوا يهضروا تولت بناتهم علاقة حب كبيرة طول هذا الوقت كانت تخرج كانت تتلقى مع محمود في السر وهذا الشيادة ستتصرب العائلة ديالها موجود صحب الحسنات موجود 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 ووصلوها لعائلة العائلة بطبيعة الحال لا يعجبهم لحال نهائية موجود وضروا مع البنت والتي هي أحسن بالنظر للصغر البنت ما زالها صغيرة تستطيع تضرب يعني البنت ما زال بين 15 و 16 سنة ما ينصحوا فيها ولكن لا تقوموا بكلامها كانت تسمع لهم كانت تعطيهم الودن ولكن لا تطبقوا النصائح لهم وهذا الشيء الذي يجعل العائلة في واحد من الأوقات قرروا لأنهم يجعلونها يجعلونها أنا محمود أبدأ يشعر بالخطر أبدأ يشعر أنه سيأتي واحد من نهار وقد يمكن أن يضع بين يده ممكن أن يأتي 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 ويزوجون عنه ممكن أن يتحولون من ثم ممكن أن عائدها يصدرونها لأحد أي شيء ممكن أي شيء يبدأ يتوقع ويجعله يمشي ويتكلم مع العائلة يفتح معهم الموضوع بالرغم أن السن كان كيباً مازال صغير مازال لم يوجد ولكن محمود في هذا الوقت كان مازال في العشرينات لأن الأحداث التي يقعونه ستكون في ثلاثينات ولكن في هذا الوقت لا يزوج بها كان مازال في العشرينات الولد كان يحضر مع عائده ومتقيق من نفسه عارش من هدفته ومركز عليه العائلة فشافه بالقضية فعلاً رجد والسيد يعني لاسق ومتأكد من كلامه هو أبغي البنت لماذا نوقفه في طريقه عائلة محمود سيقرروا أن يقرروا أن يخطبوا دينا من عند العائلة دينا عائلة دينا حتى هم بالرغم من ذلك كامل والداز وبالرغم من أن الولد دار شي حاجة المشي يديك ومدخلش الدار من الباب دينا يعني يمشى ودار علاقة مع البنت وكذا وكذا ولكن شافوا أن البنت كتبغي الولد والولد كتبغي البنت حتى هم موافقه يعني ما غادش عارضه نهائياً وعلى حسب ما كنت لكم في الأول العائلة دينا المحمود كانت عائلة ميسورة من ناس اللي لباس عليهم في المنطقة ومعروفاً وعندهم الكلمة يعني ما غادش يوحلوكي ما كان يقولو في دكشي ديال الشبكة والمهر والداز ما يوحلو في حتى شي عاشر مورما داز هاد الخطوبة هادي وداز الغيب وهاد مدة قصيرة غاد يتم الزواج وهاد شي غاد يكون بالضبط في عام 2014 ومن نهار ديال العرس داز تغير تسع شهور بالضبط تسع شهور من قادة دينا غاد تولد أول مولود لها هذا مولود ستسميه مسعد على اسم الأب ديال محمود يعني الولد يقول له عنده مسعد محمود مسعد البنت أول ما تزوج أول ما تتروح لعند الزواج ديالها أي واحد مدة قصيرة غادت القرصة حاملة داز مباشرة تسع شهور السيدة غادت ولد كما قلنا ولدت ولد وسمته مسعد على اسم ديال الأب ديال محمود دينا كان يسحب لها أن الزواج سيكون بحاله بحال الوقت اللي كانت فيه في علاقة عادية مع محمود أغلبية الناس اللي كوبل اللي كيكونوا مع بعضياته كيقولوا رفض الزواج عمكونوا حسان والأمر غادت تسار وما في الأول كيخرجوه كيضوروه ما كانت مسؤوليات ما كانت شوليدات ما كانت حتى شي حاجة ولكن بعد الزواج كيكونوا بزلت حواج المختلف والبنت ما زلت صغيرة لقيت رأسها أنها والد أو هزل مسؤولية ومحمود كان واحد سيد اللي يعني طبع دياله صعيب كيغوات كينكور كيحيح يعني أي حاجة كيطلبها منه كيقول له لا كيقول له لا وخاصه أنه هي تكون موطيعة بلا قياس ما تعترض ما تتردد ما يمداز تشع شهور كيما قلنا مرزواج دينا لقيت رأسها لأنها مسؤولة على دار مسؤولة على الوليد صغير ومسؤولة حتى لوحد الزوج اللي المزاج دياله خيب عصبي أبو قهنات راجلها محمود سيبين لها الوجه الثاني دياله تبقى كيبينه شوية بشوية وطالع في الدروش 16 ب 16 البنت مكانش عندها الحق نهائيا أنها تهضر ماندهاش الحق تعطيها مكانش عندها الحق تعطي رأي ديالها أو تعارض أي حاجة قليها لها الحاجة الوحيدة اللي كان عندها الحق ديرها وهي أنها تقول بسم الله وإيه ووخة يعني توافق على الأوامر دياله كاملة كيف ما كانت وما تقول الله مهم السيد بسبب أو بدون سبب كان ديما طالع للهتم وديما كيغوس على البنت يعني سواء دارت مزيان أو دارت الخيب وخاصه ديما ينقوض السطاع ديما ينضي عائرها يسيبها يعرق لها في الأول كان ذلك شيء غير مقتصر على العنف اللفظي المعيار ولكن مع الوقت هذا الشيء سيتحول من عنف اللفظي للعنف جسدي ديما كيتكرف سريع بحال شي بوكسول مع ذلك اللي كيتريني فيها ديما كيغتها العصة السيدة والتي تتاكل العصة قدام ولدها الصغير وأكيد هذا الشيء سيؤثر عليها على المادة البعيد وهذا الشيء سيرجع له من بعد المهم السيدة تتاكل العصة سواء دارت أو ما دارت وبالرغم من هذا الشيء كامل دينا كانت تحط دائماً اللوم على العصة تقول ربما أنا من عصبته ربما أنا من قائمة ما هو الضوء ربما أنا من ما يعتبرني ما ناضيه ما كان عاونه ما كان يتمش بالولد ربما كان يرد على الحضرة المهم ديما كانت تحاول أن تلقموا بالردات له تحاول أنها هي التي تصالحه هي التي تقدمها على الأمور تحاول أنها تهدن كي يدوز المشاكل السيدة القاسم أكملها ومع ذلك مدة طويلة تقريبا ذلك السنين من دي الزواج فهذا السيدة أنها تقطع لياس أو تشوف ما هو المشكل أو تحاول تخرج من هذا من هذا العلاقة هذه ما حد بقى ما ما زادش قاعدة الفاس في الرأس غادة تنود وتحمل مرة أخرى يعني في العودة ما كان عندها ولد غادة ما عندها جوج رقيت هاد مساعد دري صغير كان في أمرت السنين غادة تحمل دينا مرة أخرى وهذا المرة غادة تولد بنت يسميها أميرة عندهم مساعد وعندهم أميرة ومساعد ردوز واحد فترة صعيبة في الأولادة ديالو تلهاد ثلاث سنين ردوز غوية تصدع يشوفهم موقع تضرب الولد تكبر معقد وراح وصلت ثلاث سنين وما زالت تأخر في الكلام ما كي قدش يهضر هدرش مزيين كي تلعتم كي قدش ينطق الكلمات البهرة لم يكن يريد أن تعمل معه بشكل مباشر يعني فكما كي يجي الأب ديالو يهضر معه كيتحس أن الولد خايف وكي تتلعاد لأحد درجة كبيرة الأب ديالو ما عمره تعمل معه مزيان ما عمره هزه ما عمره عنجه ما عمره باسه ما كان كي تعمل معه مزيان الولد كي يشوف بها غير ديك لحالة العصبية اللي كترب مو كيعيرها دي ممغوبش دي ممحيح من اللي شافوا الدري لم يبقى قد يهضر بعين بأنه تتعقد هزوا الولد والدوه يديرون تشخيص الحالة شوعة طبيب علقوا أنه عندهم اضطرابات نفسية يهم الإنسان مخصوص يقول بأنه وليد صغير ما يفهم ما هذا ما يحسبه ولله يحسب كل شيء وكيف يفهم كل شيء يعني عندك مشكل مع المرأة المرأة عندها مشكل مع رجل يبعدوا على الوليدات وينقشوها الأحسن ما يديرون شيء بغلط عوض ما تزدك الوليد وتتقلب على رأسها وتبعد من هذا الشخص هذا السادي اللي ولا مشكلة لها خطر لا هي في الثلاث زمان انها تحمل مرة أخرى وتولد مرة أخرى على أساس ربما هذه المسؤولية انها من اللي على الضعف المسؤولية دي الجوليدات ربما السيدي دير عقله ربما يهتم بوليداته ولكن هذا شيء اللي فكرت فيه ما كانش منه الحالة دي المحمود آية تبدلت ولكن من السيء الأسوأ أعاد مغادي وكي خيار أنا السيدة بقى عندها تاشي مسلك عندها في متحرب لا يمكن تهزد كل الوليدات بجوجه والد والبنت وترجعها للدار لعائلة ديالها كما سبق وقلت لكم العائلة ديالها كانت مساكنة ولم يمكن لهم يشدوا بنتهم ويشدوا مع جوج الوليدات بالمسؤولية دياله أما محمود إذا كانت تهزد له ولاده وخرجت من الدار فأكيد لا يبقى عقل عليها لا يبقى المصروف ديالها المهمة تبقى مكملة معاه على مضاد وبقى الحال كما هو والسيد غير مزايد فيه كي يضربها كي يعنفها كي يعيرها كي يهينها مهم أي حاجة ممكن تخيلوها كيدرها معها هنا يدخلوا مع بعضياتهم في الدوامة هذه الاندينة كانت تهزد ذاتها وكانت بشي الضار لعائلتها كيتباحها محمود يعني فاش كي يشوف راسو أنه صافي يقفرها معها كي يتباحها كي يرغبها كي يصالحها وكي يوعدها لأنه ما عمره ما غير يدير شيء حاجة كي يحضر كي يدوز واحدة مدة بسيطة وكي يتكرر نفس الشيء غير هو محمود مني يشوف راسوك حالها بمرة مني يمشي تصالح ما يمشي لدارهم يدخوين كي يدوز كي يشري لها شيء شيء صغير مهم كي يمشي ولا شيء يكسوها كي يصالحها لا شيء في هذا التصرف كان يبن في عين دينا لأنه ما زال بغيها ما زال حريص أنها تبقى زوجته وكي يقول ما زال يبغيني هو ربما الطبع دينا كمهما تلقى مبريلات كانت تقول ما لدي ماندير وحتى هي كانت تبغيه وكي تبغيه وكي تبقى هي على أمل أن يأتي ويأتي 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 كما قلنا يبقى وكي يضرو في نفس الدائرة المغلقة في نفس الدوامة والمدة طويلة داس ليام وداس سنين أولاد دينا ومحمود سوف نكبره المهم السيد نقدر نقول لأنه في واحد وقت من الأوقات بدك يتهدن شوية دينا بدك يبلها لأن الزوج ديالها ممكن أنه تعقيره بدك يفكر في وليداته وبدك يفكر فيها مبقاش ناوي أو باغي لأنه يخسرهم ما هو السبب الذي خلاله هذا الشخص تبدل في مرحلة من المراحل لأنه لا يفهمه أعلى الله أعلم مهم من بعد ما ستولد دينا الولد الثالث ديالها وجاء غير صدفة بدون تخطيط بدون ترتيب بلا مد تأخذ حتى رأيدي الزوج ديالها لأن هذا شيء غير ساطح وصافي وجاءت رأسها حاملة للمرة الثالثة وهذه المرة سيكون عندها ولد الولد الثاني ولدة الولد الأول بنت الثانية وهذا الثالث محمود الأمور كانت بدأت جيدة ولكن من اللي تولد هذه الولد الثالث السيد سيخسر في خطرات سيدخل طريق المخطرات يقول لك تعاطى المخطرات حبوب الهلواسة بالمهم السيد تخسر القضية هنا ستتأزم الوضعية اللي خطيرة بزاف محمود ملقص من الأول المعاملة دياله كانت تخيبة وتخيلوا فاشا يدخل اسم هذا المخطرات كيف فاشا تولي المعاملة دياله سيده لا يتعاطى المخطرات برى الدار واحتوى استدار قدام مراته قدام ولداته دياله في الأول لم يكن لديها علم بهذا ولكن فاش لاحظة أن السيد كي تعاطى قدام ولداته في الدار هنا ما غادش يجبها الحال أعطنوط وغادة تمشي وتحضر معها مباشرة ما بقى تحشمها ما بقى حياة ما بقى ولو وتخيلوا معي هذا الشخص هذا منصبه هنا كنعود لكم عليه من اللي مشت عنده مراته على أسس أنه يحبس هاد المخطرات إلا كان باقي عليها وباقي له أولاده وباقيهم يكملوا معه هنا السيد غادي يزيد يتقلب عليها 180 ضرر والقضية غدا تكبر بيناته غادي يبدأ يضرب فيها واحد ضرب خطير كيبقى يضربها حتى كتفقد الوعي دياله وما كيتلقها حتى كالطاحم غيبة مع الوقت دينا بدأتك تتفهم وبدأتك تتصعب بدأتك تتأكد لأن الزوج دياله ما عمره ما غادي سبتل خصوصا فاش عرفت لأنه خلال خدمة مع العائلة دياله يعني ما بقاش خدام في الجزارة وبدأك يبيعه يشريف الحشيش في المخطيرات في عوض ما يقول لي غيك يتعاطى أو اللهوك يبيعه يشريف هذا السمه هنا دينا عرفت وتيقنت وتأكدت من حاجة واحدة وهي أن الزوج دياله يلمش حتى تتبدل غادي تبدل غير الأسود أما باش يتراجع ويرجع معها مزيان ويقول لي يعتني بيها وبوليداته هذا الشيء ما عمرها ما غدا تحلم به غير تنسى وهذه القناعة وهذه القناعة وهذه القناعة هي التي تجعلها أنها تجعلها مخرج تتقلب على شيء من المشاهد من المشاهد غادي وزيد فيه لم يكن قد تتحضر معها أو التواصل معها سوف تتحضر مع الناس الكبار الذين كانوا في الحياة الناس الحماد والذين يكونوا الناس يعطينهم قيمة كبيرة وعندهم الهيبة في الحياة وبخصوصا الناس الذين يحترمهم هو الذين يقدرهم الذين يحشم منهم تتحضر معهم لأساس أنهم يحاولون يرجعونه من هذا الطريق يعني لأنهم يقابلون ويقابلون ويقابلون ما هي الغاديكم؟ الناس يتلاقون معه في الطريق يقصدونه ويهضرون معه ويحاولون يحاولون يطلبونه ويقولون لا أساس أن هذا ما يقولون لا أصبح صحيحة ولكن يجب أن يتحضر ويقابلون ويقابلون لأنهم يقولون بعد يتحضرون أصبح 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 قتل ويقابلون ويحاول المحمود ويطلبون ويقابلون 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 أعرفت أنها ستكب بما فرمنا هذا الذي يجعلها في واحد نار أول ما جمعت حويجها وزت أولادها ومشيت لدار عائلتها غير تتصل بها الزوج دي لها وطلب منها أنها عودة أن يترجع لداره غير حاول أن يعتذر منها ويطلب منها أنها ترجع وتجيب أولاداته هنا ستفاجئوا وأقولوا أنها أريد أن تتطلق صافي كنا وكنتم وسرنا وسرتم خالتي وخالتك وتفرقوا لخالات يعني صافي السيدة قررت أنها تنهي هذه العلاقة وما كيهمها شنو سيقع من بعد هذا الكلام اللي قالته دينا المحمود كان بحال شي صدمة شوكاته بحال كبيت عليه المالبارد السيد ما عرف بشتبه ما عرف أشنو يدير وهذا الشي فعلاً سيسبب له واحد الحالة نفسية خيبة ما قدرش يتقبل لأن هذه المرأة تريويجها اللي كان كيصباً فيها وكيسلخها بحل البطانة هيا اتخلت عليه أعرف بللي قاعدك الشي اللي دوزي طوال هذه الفترة اللي كانت معه راه صافي راه وصلت النقطة التي أفضت الكلاس سيدة كرهاته وما قدرت كلمة تطلاق إلا وصافي قررتها سيدة طوال هذه الفترة اللي كانت دينا مسوجة بمحمود ما عمرها ما خرجت من فم هكلم تطلاق دائما كانت تدير اللي في جهدها ستصلحه ولكن أول ما قاتله سأطلق رجالته وهي مصرع عليها هذه المرة سيأتي الدور للمحمود لكي هو اللي يمشي ويبدأ يقلب ويشوف كيف يدير يلقى الحلول لكي يرجع مراته ووليدته للطار فعلا من اللي مشت عليه حس أنه ما قادش يعيش بلا بيهم هنا السيد سيأتي للجاء العائلة دياله ويطلب منهم لأنهم يمشيوا يهضروا مع دينا ويحاول قنوعة ترجع يحاول يديروا شيء حاجة لكي يرجعوها له لأنهم لما يرجعوها له سيأتي يدير فراسه شيء حاجة كانت تباينة من الحالة النفسية وتخيلوا معي هاد العائلة دياله وشنو هدي يديروا لا يمشيوا عند المرأة ويرغبوها أو يطلبوا منها أنها تسمح لولدهم لا يحاولوش أنهم يهضروا مع ولدهم ويقنعوها أنه يتبدال ويقاوموا مراقبين ووزع ما يتأكدوا وش ولدهم كي يدير مجهود ولله لا يديروا شيء هذا كامل لا يديروا واحد طريق يتسبحوا واحد طريق اللي لا تضح لكم ماذا بالكم؟ يأخذوا الصور دياله ويأخذوا بها عند واحد دجال ليس أي واحد يأخذوا عند الناس اللي يخدموا في السحر والشوادة وفعلا لحسب الأقوال والشهود الناس اللقاءوا مع الأخ ديال المحمود واحتماء مع الأم دياله ماشيين ودخلين عند واحد السيد اللي يخدم هذه الأعمال بزع ما يدير السحر لدينا باشترجع لدارها وتجيب وليداتها عند ولدهم أول ما وصل هذا الخبار لدينا وعرفت أن العائلة ديال محمود دير لها السحر باش يرجعوها لدهم صافة المشكلة لم يبقى عندها مع هذا الشخص اللي هو مريض نفسي ولا المشكل احتمع العائلة دياله وقالت بأنهم كلهم مراد باش يجيوا ويفكروا باش يرجعوها لدهم بهذه الطريقة هذه وقاديوها بصحتها رشي حاجة ما كنت تخش لقها مطح على البال يلتشي واحد هنا دينا هتقول لي أكثر إصراراً على اطلاق ديالها أكثر من الأول كنت تقول له ورجعت هذا الناس المراد ما يديرون فيها محمود أول ما ستوصل بهذه الخبار هذه سيقوم بعمل نفس ما الذي كان دار الدينة من قبل ما سيقوم بعمل سيقصد الناس الكبار في الحي الناس الذين لديهم قدره واحد الوقار واحد الهيبة يعني الناس الذين لديهم قيمة في الحماء سيطلب منهم على أنهم يدخلوا بواساطة يصلحوا هذه القادية فعلاً الناس سيقصدوا الدار دينا ويهضروا معها ويهضروا احتمال وليدها ويطلبوا على أنها تعطي لرجلها فرصة أخرى يكلسوا مع بعضيتهم ويحاولوا يعرفوا المشاكل ويعالجوها مع بعضيتهم وفعلاً الشيء الذي سيكون دينا حجمت من الناس ودارس بحسابه وعطيت فرصة أخرى لمحمود فعلاً ما يقلسوا شيء أخرى يهضروا ويتفاهموا مع بعضيتهم هذا اللقاء بين دينا ومحمود سيكون في بيت الزوجية يعني في دارهم غير هو بزوج بهم لا يكون شيء طرف ثالث فعلاً سيطلقوا مع بعضيتهم ويقلسوا ويهضروا ومحمود سيبغي يعرف ما هم الطلبات دينا بزعمها على أساس أنها ترجع لدارها ويجيبوا ليداتها أنا دينا سأقول له أنها لديها جوجة للطلبات الطلب الأول هو أنه لا يبقى يتعاطى المخطرات نهائياً والطلب الثاني هو أنه لا يقول له شيء يمدد عليها لا يقول له شيء يتعدى عليها يعني طلبات عادية ومنحقها سيد أول ما سمع هذه الطلبات دينا شاهد رصوب حالة تبدلوا عليها الأدوار يعني هي التي تتشرط عليها هو الذي يجب أن ينفذ هذا الشيء لا تقبلوش هنا أعطى رجع لديك العصبية دياله عينه يبدأ يغوت يبدأ يهرس في المماعين يبدأ يدك دك تخلف في حالة السيرية حالة عصبية خطيرة لأن هذه الساعة يريد أن تخرج من الدهر شاهدت العين حمارت يريد أن تسلت يريد أن تمشي في حالها ولكن محمود لم يخلل لها بفرصة نهائياً أنها يدهر شدها من شعرها ويعطيها لعصفي ماجهة بيدي ويبدأ يطيحها ويبدأ يقول يا برشلي تخلق لحمها كل وزرك وبعض الأماكن في جسدها يبدأ ينزف لدينا شاهدت أنه صافي ومحمود جاوز الحدود ويبدأ قادة تحمل لا أعرف كيف تحمي رأسها عندما تخاف في البيت يبدأ تحاول أن تحاول أن يجدوا ليداتها وقررت أن تشيف حالها نهائي وهي خرجها من الدار تليفونها يبدأ يصوني ما الذي أعطيها محمود وبسط العائلة فشاهدوها تصدمه شاهدو أن الجسم كامل كامل زرق محمود يصوني عليها لا تجاوب لا يبقى السكت أي عاودي يصوني فشاهدت جاوبه السيدة هنا تقول له ما الذي في قلبها كامل ما الذي كان يتخذنا السنين تخيلوا محمود سيقول لي أن أرى يبدأ يغوط لها طلب منها أنها تجمع حواجه أولادها وترجع الدابة السيدة لديه ثقة بحل إله ما زال له السلطة عليها ومتقنة لأنها ستخاف منه وترجع الدابة ولكن دينها قررت تواجهه بكلام المعمرها قدرت أن تفوى به قلت له ما الذي يتخافه قلت له وجهه في المرايا قلت له أنت شخص مريض نفسي مد من مخدرات معمرك تراج الصالح تعائلتكم الذين كانوا في القيمة أنت معمرك أريد أن تكبر عقلك تمازان مراهق طائش ويمسي إذا أخواتك ما في قلبها وقبل أن تقطع عليها المكالمة قلت له صافي ما بقيش بغى نكمل معك من بعد ما ختمت المكالمة معاه من بعد ما ستت عليه الخط دينها عرفت لأنها ما خصتش بقى في الدارة لعائلتها لأن أول ما سأتي محمود يعني من اللاعق الذي يجب عليها يتجب عليها ويضغط عليها ولم نعرف ما يجب عليها إذا كانت مؤكدة أن محمود لا يجب عليها بالنهائية للهضراء التي قلت له في تيفون وخصوصا أنه آخر مرة وصلت معه سأحرق له صافي قلت له ما يقترب هذه الشعرات المعاوية قلت عادة خط الرجع على عكس هذه المرات السابقة يعني لا يسكت لها ويمشى الضرد إلى عائلتها عائلة دينا بدأك يسهول لها ولكن في طبيعة الحال لم يجب عليها أن دينا كان جمعت حويجاتها هزت وليدتها ومشيتها عند خالتها محمود عرف أنها هربت منه وبدأت في الإجراءات يطلق محمود هنا سيخطط لشيء أخطر لأنه عائلته وطلب منهم يعاونه لكي يجب دينا بأي طريقة سيطلب منهم لأنهم يتصلوا بدينة ويكتبوا إليها يعيطوا لها ويقولوا لها أن محمود وقعت له كسيدة خائبة وقعت له خارج بالطموبيل وكسيدة في حادثة خطيرة وقعته ويشاهد ويشاهد وليدته قبل أن يقع له شيء لذلك رغم كل المشاكل ما زال عندها شفقة على زوجها يعني غالبا ما زالك تحس بشيء مشاعر تجاهه قزت وليدتها ومشأت على أساس ترى زوجها وطمأن عليها ولكن المفاجأة كانت يعني فاش وصلت للعنوان التي أعطوها تهيها عندها بيديا الغابة يقول لها في حياته الموت ويكون نورمال موت بالإناج وهي هي عندهم الضار من الذي وصلت لا يوجد شيء وجدت محمود واقف على رجله وينتظره دينا هنا فهمت أنه كان مفخ حاولت تجاهد معه تلرس منه أنه يبعد منها ولكن المحمود لم أعطاه نهاية لفرصة طلب منها أنها تطلع للدار وتقرر سمعها كيف يهضره قالها ضروري خاصة تسمع منه ونرى نوعيك بالإنجاز لنها كانت مجبورة لأنها تطلع مع الدار لنها لم أعرف ما كانت تصنعها الفوق لأن الغدرة التي قالت لها كانت قاسحة وكبر منها عمرها جرأت تقولها له ونهار التي قالتها كانت تقاعد ما كانت بيناتهم وكانت هي السبب في نهايتها بعد أنها دون سابق اندار وعندما يهضر وعندما يهضر سابق أن هذا هو آخر لحظات في حياتها مجرد مدخلات تعرضت للتعديب العائلة دينا فاش عرفت أنها رجعت مع الدار ما كانت ناوية؟ كان العائلة ناوية أنها رجعت لكي تصلح الأمور ولكن الحقيقة كانت بعيدة كل بعد العشي ومن الليلة الرجوع دينا كانت هي آخر ليلة في حياتها الغد لها مع الفجر يعني مع الخمسة دي الصباح واحد الاتصار سيجي الأخت دينا من عند محمود قال يشوفي راخت كيانة واحد شوية وخاصة تجي تشوفيها الأخت سمعت لها جمعت لوقفة ومشت كجري للدار ولكن المفاجأة كانت كبيرة أول ما دخلت لقيت الدار مقلوبة كل شي مرس قدم في كل بلاسة لقيت اختها طايحة فوق الناموسية وكلها كدمات في الجسم ديالها كامل وواضح أن البنت تعرضت للتعديب خطير يعني مرحمهاش راه وليداتها راه كانوا حاضر لهذا شيء راهوا كل شيء الأخت حاولت التعراب كما واشختها ما زال تنفسه لله ولكن خطها لها متعرضت بالتعانات الرأس لها مغطية كامل بالدم الأخت ديالها مقدشتت يعني اتماع الدقات أو اتماع ما تنفسه لله وبدأت تغوتها لها محمود وتهمته لأنه هو السبب في هذا ما قال أختها محمود قال لها ما زالها حية وخاصنا نزربه بها أختي قتلها ضرادية وقلت ربما تنفسه ببطء ومنذ ديالها سبيطار لماذا وصلت طبيب شاهدها قال لهم الحقيقة المرة ديالها ممتة مدة طويلة يعني ساعة أو الأكثر تعرضت ديالها الجريمة قتل البشعة قال لهم انتم هنا خاصني ضروري أن تواصل مع البوليس واختعت الدور وتقتلها وهكذا كان محمود طار من حدها بحل ما عمره كان بحل ما جاءش أصلا معها الأخت من بعد ما عرفت أن محمود هرب تأكدت أنه هو اللي دار فيها تشيادة كامل هنا قد تنسى تليفون ديالها وتتصل بعائلتها بحل ما تخبرهم الجريمة وعلمتهم بالمستشفى اللي فيه بنتهم ديالك سبيطار كله غادي عمر بالعائلة جاءوا البوليس وبدأوا كي يستجبوا الناس أعشوية غادي وقف عليهم محمود السيد جاي بحل ما داروا واهله هنا غادي تنوض الأم ديالدينا السيدة كانت في حالة ديالصدمة را كانت وصلت ديالك توقيتها وصلت السبيطار وبدأت تهجمع لها بالهضرة تخيلوا معي شنو ها يدير هاي نوض وعي بدأ يضرب فيها حتى هي وقدام الناس را غير الناس اللي بدأوا كيفرقوهم على بضياتهم البوليس هنا عيضروا له الأصبات يلقيوا القبض على محمود وداوه اللي عندهم المركز الشرطة باش يبدأوا التحقيق معها البوليس بعد ما سيقبض على محمود سيبدأوا يستفسروا منه أعلى شرطة هذا الشيء هذا كامل محمود هنا سيبدأ يعترف بالجريمة دياله قالوا فعلا أنا أولي قدرت في مرتي هذا الشيء ولكن الغالب الله قالوا مناكد تحت تأثير المخديرات قالوا مناكد مش عاربة حبوب له الواسع يعني ما عارفش رأس وشنو كيف يدير قالوا مناكد تحت تأثير المخديرات قالوا مناكد تشربت حبوب له الواسع تناوت المخديرات كما لا تنسى ولكن عاد مزد طلحها للطار وبدأ يتسدع لها ويضربها في ماجات تأولى الجسم ديالها كله كدبات من بعد ما رأيت ضرابة وزروقية في الجسد ديالها حسب اللي ما زال لم يحقق الانتقام دياله محمود مش الأبعد الحدود مشاجه بالموس من الكوزينة وبدأ يتعانف دينا في مختلف مناطق الجسم ديالها ضربها خمسة ديال طعانات غائرة من بعد ما شف انها سخفت وفقدت الوعي ديالها بدك يقطع لها في شعرها بالموس وعيوصل لواحد الوقت اللي السيدة يحس بانه يقفرها وانه ربما رأي قتل مرته عاد غادي ينوت يبدت الحوايجه وكي يحاول انه يحاول يعتقها دالها واحد جوج حقان جابهم من فرماسيان ولكن رغم ذلك ما كانش ينقدها السيد بقى المدة ديال الأرب ما بين ربعها تستسويع هو كيشوف فيها ما عارف ما يدير طعا في السيدة كيقول هو انها ترجع الوعي ديالها ولكن هو علم والولدات رك انه كيشوفوا في كل شي كيشوفوا ديال الحالة اللي وسط لها الأم ديالها ديالك السيدة خرج من طار وعاوذ رجع والسيدة باقى كما هي خرج ضرب طويرها ورجع السيدة باقى ما كانت تتحرك ما كانت تنفس انا عارف بان مرأة ومع مرها معتفق من ديالغيبوبة اللي كانت فيها سيدة سلمة الروح الملأة تم معي يتصب الأختي لها وقال لها اخذك حقا ايانا شوية ومشرح لهواله قل لها اخذك ايانا ومن بعد ما محمود يعود هذا الشيء كامل رجال الأمن يقول له انت صفيتها المراتك وغادي تدخل جزاء ديالك قال لهم هذا الشيء كان قضاء وقدر انكر مسألة ديال تعمد في القتل قال لهم انا من لي كانت تنفس يعني هذا الشيء كامل كان غير كتاب المكتوب وصعفي ولكن ما كله يضربها ما كله يتكرف سليها ارى هو وهذا الشيء كامل يغفل عليه يقول بأنه كان بناءتنا نقاش انا ضربت عصبت كنت تناول حبوب والحلواسات ولكن القتل لم يكن لدي نيات القتل بالرغم من ان محمود بقاك ينكر ويقول بأنه كانش قاصد الجريمة ولكن التهمة لابسها لابسها السيد عنده جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد طبيب الشرعي سيأكد لهم بالذلك الكدمات يعني ذلك الزرقية كاملة ذلك الضرب كامل ذلك التعنيف ما كانش هو السبب المباشر في الموت ذلك السيدة ذلك الدينة يعني كان ممكن أنها تبقى حية رغم ذلك الضرب رغم ذلك الطعنات ولكن الطعنة القاتلة هي اللي كانت عندها في الرقبة دي حالا هذه اللي كانت في منطقة خطيرة وكانت كافية غيب وحدة تنهي لها حياتها أما بالنسبة للحكم فتقدياتي ما زال ما داشت له مدة طويلة يعني بحال هذه الأحكام اللي كيتتاخدوا فتقديا كيكونوا كيبردوا القلب كيخليوا الإنسان يحس باللي خدا حقه يعني العائلة دي للبنت كيحسوا بأنهم خداوا حقهم من هذا المجرم النهار الثلاثة في شهر سبعة من نفس هذه السنة تحكم على محمود بالإعدام ونفس ذلك اللي كانوا متأكدين منه الناس كاملين أنه دوز الأمراته العداد نعذبها في حياتها معمرها شفت معه النهار البيض المدة دي لهم دي للتعرف دي لهم كانت قسيرة لمدة زواجهم حتى هي كانت قسيرة ودوز بها بحال دوست سمعة ثلاثين عام دي للتكارباس ديما الاختيارات الخاطئة هذه النتيجة دي لها ترجمة نانسي قنقر لا يكتبنا لك لا يخرجنا لعب الله يزقنا وحاوس الخاتمة إن شاء الله أخذنا عسم أولنا وإن شاء الله أخفاء بالرافع على قلوبكم ويرزقنا الصحة والسلام وطول العمر والفلوس الحلال أخوتي أخواتي تتوزوا بخير تلقوا بطاقة إن شاء الله بنفس الموعد سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر